دقائق قليلة قبل وضعها بهذا القبر عادت السيدة فاطمة نبيل إلى الحياة وسط جهشة ودهول عائلتها خلال تأدية صلاة الجناز عليها بمقبرة الحساس نبي برشيدة ليتفاجأوا بجسد السيدة يتحرك وتطرح تساؤلات عدة كيف لهذه السيدة تستفيق بعد أن أجريت لها جميع الفحوصات الطبية التي تثبت وفتها وكيف أعطي لأسرتها الترخيص بشهادة الدفن ندخلنا هنا الدار غوّتنا لطبيب المور جاءت هذه الطبيبة شاهدت المرأة دخلت في قاتيه وياها والله سبحانه دخلت قلت لك أعطوني معلومات لطبيب هذه المرأة والله يرحمك أعطينا معلومات ودكشي وقلنا لها الورقة دي الدفن لنا الورقة دي الوفاة قلت لك الورقة دي الوفاة وقالي يجيب لكم والله بلانس ويجي بدورنا انتقلنا إلى مكتب حفظ الصحة للسجل هذا الامر الذي اكد لنا في تصريحاته بوفاة سيدة فاطمة استنادا على معينة طبية قرصتها ما كان ينوالوا حركتها ما كان ينوالوا نابضت القلب نابضت كل شيء التنفس قلت لي ما كانت شيء حاجة قلت لي ما عينها جاهز ما كانت شفتها حاجة ما كان عيث الاسماء ينضي لها الضوف عندما من العين ديالها تحجمها رياجت لها الواقعة بتفاصيلها بدأت عندما كانت السيدة فاطمة التي تعاني من مرض على مستوى الدماغ تخضع للعلاج بإحدى المصحات الخاصة بالذار البيضاء ليتم نقلها بطلب من الأطباء إلى منزلها بحكم أن مرضها لا ينفع معه علاج وبمجرد وصولها إلى المنزل توفيت حسب نتائج الفحص التي أجريت عليها هي اليوم ترقد بقسم الإنعاش بالمركز الاستشفاء الجهوي الحسن الثاني بستات قمنا بالفحوصات الإشعاعية سكانيرو والفحوصات البيولوجية وتبين شخصنا سبب الغيبوبة مع الطبيب الأخي السائف الإنعاش وطبيب الأخي السائف في جراحة الدماغ وتبين أنها تعاني من مرض دماغي لكن سبب في الغيبوبة ديالها وبمجرد أن تستفيق من الغيبوبة ينتظر السيدة فاطمة تدخل جراحي على مستوى الدماغ بالمستشفى الجامعي بدار البيضة فيما فتح تحقيق نأل معرفة ملابسات الحادثة التي رغم غرابتها حولت لحظات الحزن بفقدانها إلى لحظات فرح بكونها لازلت على قيد الحياة